انت بقى اصلا اتشهرت كدكتور سنان عشان عالكت فنانين كتير ولا لما انت كنت مشهور شوية كدكتور سنان الفنانين عارفوك فايدا يجولك ولا مالهاش دعوة ببعض وهي جد كده ولا ايه دا هو الحمد لله احنا عدنا نشتغل على تطوير طب الاسنان في مصر من الشكل العام اللي هو انت بتروح للدكتور يعملك الحشوة ويعلاج العصب والتربوش والدكتور واحد اللي عمله يعملك كل حاجة وده شكل مش متخصص بدأنا نشتغل ان نبقى لقى فيها اسمها التيم التيم ده اللي بيعمل لك علاج عصب بيستشاري فبتاع علاج عصب بيلف على القوض يعمل علاج عصب في اليوم ستة نا هو قاعد في القوضة يقصد في الجيمة قاعدة قوض عليك العصب لقى بتجهيزات علاج العصب الاصلية دا فيه ميكريسكوب دا عايش جوه ما يفعش يتنقل ماشي من غير ما خش في التفاصيل الدباية دي احنا اشتقر او الناس ان قلبنا الموضوع لفريق فالفريق بيقدم خدمة صح فبدأنا بعد فترة الناس تقولك لا الناس دي غير اوكي فاخدت سمعة من الحكاية دي فاخدنا سمعة في الحكاية دي وبعدين مع الوقت بدأ بقى الفنانين شوية يقولك ما الراجل دا كويس الراجل دا انا شفت قربتي عاملة عنده والنتيجة كويسة فبدأ قييدي انا اللي نصحني اصلا بنور كان فنانة صديقة مشتركة والحقيقة كانت نصيحة حلوانها باقينا اصحابنا ونور اصلا من ساعتك باقينا اصحابنا ونور اصلا من ساعتك باقينا انت مش عامل سنانك لا 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 عشان اوكي بقى هوا يعني هناك تقلقش انا بسيس اعيدين خولي لوقت مش عاملين حاجة سمعت بقى حاجة ان انت بتقالف اغاني وبتاعه حساس قوي دي ما وهبتي بيو انا اصبايا او بيبي او بيبي او بيبي بتقالف اغاني اه انا بتاع الكلام طب سؤال بقى عمرك بعدت بتاع كم شعر كده الوحدة وقثرت جابت نتيجة جامد مراطي ايه ده مهر ابيض والله انت بكتب لها اغاني بقالف لها اغاني قالفت لها يعني الموضوع نجح مقويك هتبقى بتستنتقى جدا من انت بقالف لها اغاني غير ما دي غير ما مش بشولها غير في عمر دياب ولا دي غير ما ليكي مفيش حاجة يعني انت تسميت الكلام ده في حتة قبل كده ايوه اللي بتاع انا لك انت لا ده انا قديم ايوه اصلا انا بقالف اغاني بس انا بقالف اغاني ابيحة او بقالف اغاني بحظر ما بحبش حبش مثلا ايه لو شفتي اللي في قلبي هتعرف يا قدي انا بحبك وانتي انا انسان حسس مقدرش اه انت حسس حسس قوي ياه وحب بقى اغاني حب عايش بقى سخسخ بقى اكتر موقف فنان كان عندنا فيه في عيادة وحصل احراج او غريب كان او اه كان بس هابا مش قولي الاسم مطربة عظيمة وانا بحبها جدا وهي يعني ايوه اكتشفت ان هي عندها مشكلة ان هي عندها احساس دائم ان في حد هيختالها فطول ما هي موجودة هي متوترة جدا اه انا بحب الشخصيات دي الحود بتاع الكورسي الاسنان بتبصي جواه فانا مش عارف انت بتبصي في ايه في ايه هنا موسوسة للدرجة دي نظريت المؤامرة جامد اه اه في حاجة خلاص ايه دي متعبة قول الشوط طول ما هي قاعدة اه طب ايه احنا الموضوع عندنا بسيطة انا مش هنعمل عملية قلب مفتوح فهتوترين لي الموضوع السنان متوترة جدا وعندها فعلا احساس ان في حد في حد عايز حاجة في حد جاي في حد يفتح الباب علينا دلوش انت بتجوز لرجل اعمالك لها واتطلقت وخايفة يقتلها مش عارف هي عندها مشاكل كتير نفسي اللزيز قامك لا لا دي حقيقة ايه 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 دي اكتر واحدة واتطرتني في حياتي في حياتك في حياتي خلاص مش هنقول اسمها طبعا بسا اشتركوا في القناة